السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلبة الصف الثالث الثانوي علم الرضيات، علم علوم وأدبي إن شاء الله النهاردة بنكمل مع بعض Unit 2 من Statistics خدنا الحصة اللي فاتت Unit 1 والنهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض Unit 2 Unit 2 عنوانها Conditional Probability ويمكن أول ما هنشوف كلمة Probability هنفتكر إن ده كلام مش جديد علينا كلنا كل الشعب أدبي وعلم علوم وعلم الرياضة خدنا الكلام ده مرة في تلك إعدادي ومرة في تانية سنوي سنة اللي فاتت علمي خدنا الكلام ده في الميكانيكس في الترم التاني وأدبي خدناه في المات برضو في الترم التاني ويمكن موضوع Probability من المواضيع اللي بندرسها جميعا من زمان من المرحلة الابتدائية وفيها عندنا فيها Axiom the Sabbath هنشوفها مع بعض لأن ده برضو مهمة في الشغل بتاعنا السنة دي Introduction بتاعة Probability أول حاجة عاوزينينا عرفها P of A ايه المحصود بيها The probability of occurrence of event A Equal A لما حب أحسب الprobability لأي حاجة أي event بتكلم عليه The number of outcomes in event A اللي بنسمها ال-N of A Over the number of outcomes in samples based اللي هي ال-N of S مثلا أنا بعمل تجربة بالضاي كلنا عارفين أن الضاي يا زارة الطاولة اللي بنلعب بيها عليها Numbers من 1-6 لما أجأسأل وأقول The probability of occurrence and odd number الضاي عليها كم رقم كله كلهم 6 فيهم كم نمبر odd ال-1 و-3 و-5 يبقى عددهم كم؟ عددهم 3 يبقى ال-B of A equal عدد ال-A اللي هو 3 Over the total number اللي هو 6 يطلع سريع على 6 ديوان على 2 في ال-symbolist to form And so on لما أحب أحسب بقى Probability لأي حاجة بتكلم عليها النمبر بتاع الحاجة دي Over the total number وده الأصل في موضوع Probability اللي ثابت معايا من أول مبادئة تأخذ يعني ايه Probability في المرحلة الابتدائية طيب لما أكون بتكلم عن two events مع بعض يعني مش أسأل عن حاجة واحدة هسأل عن حاجتين مثلا برضو لو أنا بتكلم عن الضاي وأقول أن ال-A هي occurrence prime number وال-B occurrence and odd number مين البرايم نمبر الزلي على الضاي الثو والثري والفايف ومين الأود نمبر الزلي على الضاي ال-one والثري والفايف يا طرى لين هنا حاجاتكم أنا ولا ملقناش هلاحظ أني قلت الثري والفايف في الاثنين وبالتالي يبقى أنا عندي في هنا intersection ما بين ال-A وما بين ال-B عندي definition خدناها في ثالث إعدادي وخدناها في ثانية السنوية اسمها امتا اقول على انهم اللي ده لو كان زي ما الشكل ده قدامي كده ما فيش بينهم intersection لالأقزامبل اللي أنا قلت ده ما هماش ولكن زي مين مثلا لما قول ان ال-A getting an even number وال-B getting an odd number هل في intersection ما بين ال-even وبين ال-Odd هنقول لا ليه ما فيش number على الضاي هيكون even وقد في نفس الوقت وبالتالي في الحالة دي هنسمي ال-A وال-B two mutually exclusive events يبقى ايه هم two mutually exclusive events لما يقول لهم لي فيه سؤال هم two events zero intersection equals phi يبقى ليه عند B or two mutually exclusive events then A intersection B equals phi في الحالة دي موجودة في ورية المفاهيم فما عندناش مشكلة في حفظ الرولز لكن نبقى عارفين ال-exexperation ده لما يتقال يبقى probability of intersection equals zero والprobability of union equals P plus P of B طب لو قتل events are not mutually exclusive اللي يبقى اكيد في بينهم intersection يعني ال-Vent دياجرام بتاعنا هيكون عامل ازاي زي ما شابينه قدامنا كده عند وعند 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 event ب هنلاحظ هنا ان في intersection ما بين ال-A وال-B يعني ما تكلم عن ال-A وال-B هلاقي في common elements موجودة على الاقل one element يكون موجود في ال-A وموجود في ال-B في نفس الوقت فدول اسمهم ايه اسمهم two events are not mutually exclusive في عندنا رولز خاصة ب الجنرال كيس او الاصلة بتاعنا انهم اعرف اليونيون بتاع ال-A وال-B الرول قدامنا بتقول ان ال-B of A union B equals B of A plus B of B minus ال-B of A intersection B ليه قلنا minus ال-Intersection في الاخر في الرول عشان نبقى عارفين عشان نقول ال-B of A فان اخد المنطقة الجوه ال-Vin deاجرام بتاع ال-A وال-B اخدت المنطقة اللي جوه اخدناها مرتين مرة مع A ومرة مع B ولكن انا عندي المفروض ما يكون فيه تكرار وبالتالي ال-Intersection عشان احنا اخدنا ال-Intersection مرتين فنشيل منهم واحدة ويبقى ده الرول بتاعتي ورول عارفين ها من ثلثة اعدادي ومن ثانية سنوي ومشي معايا في ثلثة سنوي من أهم الرول اربع حاجات Union Intersection Complement Difference ال-Union وال-Intersection بيعتبروا في الرول number one هما ال-2 لو انا عاوز ال-Union يبقى A plus B minus ال-Intersection ولو عاوز ال-Intersection A plus B minus ال-Union يبقى الرول number one بجيب منها ال-Intersection او بجيب منها ال-Union وبتعامل معها لانها رول في الالجبرا عادي فيها ال-Union واحد ال-A اتنين ال-B ثلاثة ال-Intersection اربعة لو عندي اي تلاتة اقدر اجيب الرابع سواء انا عايز ال-Intersection عاوز ال-Union عاوز ال-B of A عاوز ال-B of B بشارط يبقى معايا التلاتة البقية number two بقى ال-Complement ايه المقصود ب-Complement of A اللي كل اللي بره طب انا ايه وبالتالي رول ال-Complement اللي سابت عندي ان ال-B of A داش بلاص ال-B of A equals one وبالتالي لو انا عاوز ال-A داش يبقى one minus A ولو عاوز A يبقى one minus A داش ليه علشان A بلاص A داش مع بعض equals one لانهم بيكونوا السمبل كله ال-Difference ايه المقصود ب-A difference B ومش موجود في B طيب دام الفين ديجرام اللي قدامي المنوجود في A ومش موجود في B عبارة عن A كلها لما نشيل منها الجزء بتاع ال-Intersection وبالتالي بقى رول التالتة ال-B of A difference ال-B هي ال-B of A minus ال-B of A intersection B الرول دي برضو فيها كم حاجة قدامي فيها ثلاثة difference وال-A وال-Intersection فلو عندي منهم أي اتنين هقدر أجيب التالت نيجي للرول نمبر فور بتقول ايه ان ال-B of A intersection complement B انا لما حب اشوف اي رول واعرف الرول ديت عبارة عن ايه على فين ديجرام ممكن نرسم الفين ديجرام قدامي وابقى عارف لما قول ال-A intersection complement B ايه المقصود بال-A ايه المقصود بال-B ايه المقصود بال-Intersection ال-A يعني كل المنطقة اللي جوه الفين ديجرام بتاع ال-A B داش كل اللي برة الفين ديجرام بتاع ال-B فنركز ثاني المقصود بال-A كل اللي جوه ال-A طب وال-B داش كل اللي برة ال-B طب ويعني ايه intersection يعني المقصود ما بين ال-A يبقى هنا عاوز ايه عاوز الجزء اللي برة ال-B وجوه ال-A في نفس الوقت تم هده بتقال بشكل تاني هو هو ال-A difference ال-B لم اقول اللي جوه ال-A وبر ال-B يبقى هو ال-A difference ال-B ولسه يليم في رول نمبر سري ان ال-A difference ال-B هو ما بين ال-A وال-B هو هو ال-A minus ال-A intersection B علشان لو جاء السؤال أو جاء المعلومة بأي شكل أبعارف ال-A حاجة واحدة لو قلنا بقى ال-A intersection B ايه الفرق بينها وبين number 4 number 4 كتل A intersection B number 5 A هي intersection B ايه الفرق بين ال-A 2 number 5 A DASH يعني كل اللي برا A وال-B كل اللي جوه ال-B وال-Intersection يعني المشترك بينهم يبقى انا عاوز مين عاوز اللي جوه ال-B وبرا ال-A يعني اللي في ال-B ومش في ال-A تموه ده definition بتاع difference بس مين بقى difference مين ال-B هي difference A المرة طيب ال-B difference A equals مين دائما قانون difference الأولاني minus ال-Intersection فلما نقول ال-B difference A يبقى ال-B minus ال-Intersection لما قول ال-A difference B يبقى ال-A هي ال-Intersection دول five rules أو axioms موجودين في probability فقد انه كل دول عدوا علينا قبل كده زي ما قلنا ما بين ثالثة اعدادي وما بين ثانية سنوي وطبعا دول شغالين معنا السنة دي في rules بتاعتنا برضو في ثالثة سنوي في عندي بقى حتة جديدة في probability ما عدتش علي قبل كده اسمها conditional بشكل ده في السؤال ب a وثلاج وبعدها ب كده وده بتتقري the probability of occurring the event a in condition of occurring the event b وده الرول بتاعتها هتكون كده ال b of a conditional b equals b of a intersection b over b of b طبعا such that b of b equal zero انا عارف ان اي probability ما يجيش بال negative لكن ممكن يجيب zero وبالتالي انا عندي condition على b of b انها ما تبقاش ب zero بس تبقى اكبر من zero يبقى تاني b of a conditional b او هنقولها b of first conditional second الرول بعموما اي two events equals احتمال الانترسيكشن بتاع الاثنين over احتمال التاني علشان جت ل a conditional b جت ل b conditional a جت ل a conditional b جت ل a conditional b داش ابيعارف الرول فوق الانترسيكشن وتحت التاني ده طلع ال conditional probability ل a conditional b في الرول بتاعتنا ري مارك بنقول نوت الزت ان ال conditional probability هذا same probability of the unconditional one يعني الكلام اللي قلنا او اللي احنا عارفينه على خواص ال probability العادي هي هي موجودة في ال conditional probability زي اي انا عارف ان اي probability بتبقى between zero وال one طب هو ده مصطر معناه ان ممكن probability يطلع zero بالزبط اه ينفع او يطلع وان بالزبط اه برضو ينفع دول كانت بتوز بش الكز زي ما احنا عارفين ان probability بتطلع ب zero ده في حالة impossible event وبتطلع وان في حالة certain او sure event لو قلنا ب احنا قلنا من شوية ال رول بتاعتها سبتة ال intersection بتاع ال اتنين over ال probability بتاع التاني وبالتالي مول ال s conditional b هيبقى ال s intersection b على b طب هو ال s intersection b ايه المعصوب بال s هو simple base كله طب لم مول intersection مع ال b هيبقى equal b ومتحت برضو b ويطلع الانصر equal one وده ممكن يجيلي في سؤال choose ويبقى عارف من غير ارقام ان الانصر تطلع one وتطلع one لان يطلع fraction numerator equal denominator فيه بالانصر equal one من غير ما يدينا اي ارقام او اي decimals او fractions في probability بتاعة السؤال بتاعنا لو ال intersection events طبعا نعاوز ال union b conditional b ال union b conditional b يبقى الاول plus الثاني يعني الاول plus الثاني يعني اقدر اعمل distribution ل a one وال a two على b يعني اقدر اخدها ال b of a one conditional b ال وحد و plus b of a two conditional b ال وحد و اعمل two answers plus بعض اول اقبلنا منها ياولات في ال conditional probability ان b of a conditional b not equal b of b conditional a طب ليه مصر هتفرق ايه هقول لو طبعنا رول ال conditional probability هلا ان lift hand side عبارة عن a intersection b over probability of b تور hand side probability of b intersection a بس over probability of a هتقول لي ما نعارف ان a intersection b هي b intersection a هقول لك تمام ولكن في left hand side عملنا over b of b في ال right عملنا over b of a ودول مش equal وبالتالي الترتيب مهم في conditional probability ده حاجة وده حاجة نفس القانون بتاع الموجود في conditional b of a dash conditional b هو 1 minus b of a conditional b والعكس لو انا عاوز b of a conditional b هيبقى 1 minus b of a conditional b من قانون ال conditional probability لو عملنا cross multiplication عشان نطلع b of a intersection b الوحدية هيطلع b of a conditional b هو نفس القانون بتاع ال conditional b بس جبنا ال intersection في ناحية ال وحدية طيب لو انا جبت بقى من قانون b conditional a وجبت برضو intersection هيطلع ال intersection equals b of b conditional a times b of a يبقى ال intersection جب كم طريقة جب طرقين منين واحدة من rule a conditional b واحدة من rule b conditional a هل ال intersection هنطلع اي جبتين مختلفتين اكيد لا ترى ما نفس السؤال ونفس المطلوب هما ال قانون multiplication ده ان b of a conditional b times b of b هي هي b of b conditional a times b of a ورول قدام دية زي ما احنا شايفين انه يعتبر فيها اربع حاجات لو عندي منهم اي ثلاثة هاد راجيب الرابع وبالتالي الحالة دية ممكن لوحدها تبقى موضع سؤال في ال m c وفي الامتحان وعرفين الامتحان زي ما قلنا الحصة اللي فاتت هم كل الاسئلة m c q فنركز ان كل رول من دول ممكن ياخدها يعمل بها سؤال يديني كل حاجة فيها اكسبت حاجة واحدة ويطلب من الحاجة دي اي ان كان رول اللي عندي هي اي في عندي ديفينيشن تاني في اليونت اسمه independent events يعني ايه اقول على two events ان هما independent it says that a and b are two independent events if and only if the b of a intersection b equals b of a times b of b يبقى انا عندي شرط واحد لو شرط اتحقق على two events بتقال عليهم ان هما two independent ايه هو الشرط ده ان probability بتاعة الانترسيكشن تطلع equals البروبيلت بتاعة الاول times البروبيلت بتاعة التاني طبعا اكيد هتقولي طب لو مش equal هقولك يبقوا dependent events اعكس ال equal not equal يبقى عكس ال independent dependent ايما انا عندها حاجتين يبقى يكون independent لو رول ده موجودة طب ما هيش موجودة يبقوا dependent events لو وطنوهم مع بعض هنستنتج منهم ايه ايه شرط المتول exclusive events ان البي of a intersection b equal zero طب ايه شرط الاندبندنت ان البي of a intersection b equals b times b of b طب لو منحطوم الاثنين مع بعض هيبقى البي of a intersection b equals b of a times b equals zero وده معناه ان البي of a times b equals zero تم انا عندي rule في الالجبرا معروفة لو حكتين times بعض equals zero معناها ان واحد من الاثنين لازم يطلع ب zero فده معناه ان هيبقى probability of a or b equals zero وده برضه حتة هلاقي عليها اسئلة في الاسئلة بتاعتنا اللي بتيجي في الامتحان ده ان هم متول يكس اليوسب وان هم independent في نفس الوقت يبقى انا هستنتج اي ثاني ان الانترسكشن هي الاول طايم الثاني equal zero في الآخر يعني الانترسكشن ب zero والاول طايم الثاني equal zero ده انا ادي ثاني عشان دي ات موضع سؤال في اللي امتحان نبدأ نشوف اول على الكلام اللي احنا شرحنا كده بالنسبة لي unit ده اللي احنا قلنا ملخص الشرح بتاع unit البقى كله هنشوف على الكلام اللي احنا شرحنا وزي ما قلنا كل اللي انا قلت ها دي تقريبا موجودة في ورقة المفاين في اول الامتحان عشان عندنا مو اشكلة او قلق من موضوع وانا هاحفظ كل الكلام ده ده الكلام ده كتير لا كل الكلام ده مش هنحفظه تقريبا كله او معظمه موجود في ورقة المفاين في الامتحان ان شاء الله اول اول معلومة عندي المعلومة التانية المعلومة التالتة ان ب هنا يقول يا مصر ما قلنا امتحان اقول لك عشان احل الامتحان ام سي اخد نفس السؤال ده اقول اجيب اربع اختيارات من ضمنهم كلمة ام احنا لازم نفهم برضو بنحل ازاي اعرف برضو احل صح ازاي اختر احل احل ونفس السؤال ده هل اي موجود في متحمل الامتحانات ويقول لزين اي عندي ارطو وجاب الاربع اختيارات من ضمنهم واحدة انتبندنت ليه احل 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 اختيارات الاربع في السؤال الواحد طب انا عندي مين موجود انا عندي اي وال ب وال وال اليونيون انا عندي القانون بتاع اليونيون وال انترسيكشن احنا اقلي من شوية احنا قلنا في اربع حاجات لو عندي اي ثلاثة اقدر اجيب الرابع من الثلاثة اللي عندي انا عندي او عندي وعند اليون يبقى اقدر اطلع الانترسيكشن من الرول الاول قد القانون بتاع الانترسيكشن الا بلاس البي ماينس اليون اليون عندي موجودة والبي موجودة واليون موجود نعمل بالارقام ال بلاس البي 0.6 ماينس اليون 0.8 طلع الانصر 0.3 ده الانترسكشن طب وعشان يطلعوا اندبيندنت المفروض الانترسكشن يبقى ايقوى البي او اي طايمز البي اوف بي. فاتعالوا نجيب البي اوف اي semi el be oof bee. هعمل zero point five. اللي هي ال пишام mوجودة عندي في السؤال. Glad the zero point six. بو بي اوف بي موجودة عندي في السؤال. هيطلع الانسل equal zero point three. لحظنا ايه. لما جبنا الانترسكشن وجبنا البيتبتاع ال ايه والبي طالعن البي اوف اي الانترسكشن بي ايكوالز البي اوف اي طايمز البي اوف بي. هو بتلقي نستنتكت انهما الاثنين اندبيندنت ايبينتس. يبقى السؤال لما هيجي الامي سي كيو هاختار اندبيندنت وابقى عارف اخترتها لإيه. ايه الكلام ده هعمله بقى اورال هعمله في الكالكوليتور على طول هعمله في الورقة قدام البينسل ما عنديش مشكلة. مش لازم مطلوب منه كتابة الخطوات لكن لازم يكون عارفها انه مش هادر اختار الاختيار الصحيح غير لما اعمل الخطواتين اللي اح عملناهم دول. هنجيب الانترسكشن من الرول بتاعتها. ونجيب الايه طايمز البي. ونعمل ما بين الاجابتين هم ايكوال ولا نوت ايكوال. لو هم ايكوال يبقى هم اندبيندنت. ولو نوت ايكوال يبقى هم ديبيندنت. ونلاقي اكيد في موجودة كلمة اندبيندنت وكلمة الاتنين في الاختيارات. هنا. عند البي اوف اي موجودة. 0.45. والبي اوف بي موجودة. 0.6. والبي اوف بي موجودة ب 0.A. هتقول لي برضو ما هو ده جاي السي. هقول لكم ما هو السي ده برضو. هناخد اي واحد منهم. واخد نفس الارقام بنفس المطلوب. واعمل منه ايكوال. هجيب الانترسكشن بس. واجب لك اختيارات. ايكوال ايه? في سؤال. واخد نفس الدياتا. والزين البي اوف اي اونيوم بي اكوال. واجب لك اربع اختيارات. ده سؤال تاني. نفس السؤال. هاد ال ايه كونديشن البي اكوال. واجب لك اربع اختيارات. بيداش كونديشن ال اي اكوال. واجب لك الاربع اختيارات. فكل دول اقدر اعمل من كل واحد منهم سؤال ام سي كيو. وبرضو علشان انا هجيب الاجابة الصح. لازم يبقى فاهم السؤال هيتحل ازاي? عشان اختار الاختيار الصحيح. لان بتبع الاجابات كلها شبه بعضيها. لو انا مش فاهم ومش عارف الرولز مستحيل هختار الاختيار الصحيح. اول حاجة. انا عندي ان البي كونديشن ال ايه. الرول بتاعتها هي الانترسكشن على البي اوف اي. البي اوف اي كونديشن البي اوف اي كونديشن ال ايه موجودة? بزيرو بونت ايت. طب. والاي موجودة عندي بزيرو بونت فورتيفايف. اصبح رول دي الوحيدة اللي مش موجود فيها هو الانترسكشن فهقدر اجيب الانترسكشن من هنا الاول. اعمل مكان البي كونديشن ال ايه. زيرو بونت ايت. الانترسكشن ما عرفوش. كتبته زي ما هو. البي اوف ايه موجودة بزير بونت فورتيفايف. هنعمل كوروس مالتبليكيشن علشان نجيب الانترسكشن. زيرو بونت ايت طيام زيرو وده المطلوب الأولاني. زي ما قلنا ممكن نفس السؤال بالضبط. هيجي لي مي سي كيو. يقول لي زين البي او في اي انترسيكشن بي اكوالز اربع اختيارات. واحد فيهم هو زيرو بوينت سيرتي سكس. طب انا هوصل لها ازاي? لو انا مش عارف الرولز دي والستيبس دي. مش هعرف اجيب الاختيار الصحيح ايه. المطلوب الثاني عاوزين اليونيون. طب انا معا مين دلوقتي? انا جبت الانترسيكشن. طب افترضن اما صغير ما كنت طلب الانترسيكشن considerably. انا برضو هجيب الانترسيكشن عشان اجيب المطلوب التاني. ليه؟ معنا عشان لما يطلب اليونيون انا محتاج ال اي والبي والانترسيكشن. زي ما قلنا من اشهر قوانين القانون اللي بيجب اليونيون او الانترسيكشن هو قانون واحد للتنين. طب اليونيون اقوال اي اي بلاس الـ B منس الانترسكشن. طب الـ A موجود معي? A موجود بـ 0.45. والـ B موجود معي? موجود بـ 0.6. والانترسكشن أنا جبته بـ 0.36. فطلع الإجابة 0.69. وهأعيد نفس الكلام تاني. ممكن أن أخذ نفس السؤال. وعمله OMSQ. واجب أربع اختيارات من ضمنهم 0.69. نقول لك اختار الإجابة الصحيحة. الـ A موجود بي. قلنا القانون بتاع الـ Conditional Probability. الانترسكشن بتاع الـ 2 موجود التاني. يعني الـ A موجود بي هي الـ A موجود بي. الـ A موجود بي بـ 0.36. والـ B عندي في السؤال بـ 0.6. موجود بي يطلع الإجابة 0.6. اللحظ يبقى هنا حتى خبّلنا منها. احنا نروله لناها من شوية وبنأنكد عليها تاني. لما جبنا الـ A Conditional B طلع بـ 0.6. وعمل دينا في السؤال فوق أن الـ B Conditional A بـ 0.8. فبنأكد عليك تاني. لن تخلي بالك أن الـ A Conditional B مش هي الـ B Conditional A. المطلوب الأخير بي داش Conditional A. احنا قلنا الـ Conditional Probability equals الـ B بتاعت الانترسكشن بتاع الـ 2 على الـ B بتاعت التاني. طب الانترسكشن بتاعت الـ 2 لنا الـ يمين. اللي هي B DASH Intersection A. والتاني اللي هو الـ B وقلنا في الرولز ان الـ B DASH Intersection A. هي هي الـ A Difference الـ B. لان دي معناها مين اللي برا الـ A وجوه الـ B. فده الـ A Difference الـ B. يبقى الـ A Difference الـ B على الـ A. طب قارونه الـ Difference كم مين؟ كان الأول منس الانترسكشن. يبقى الـ A منس الانترسكشن على الـ A. طب الـ A موجودة عندي. حطها بالـ value بتاعتها 0.45. والانترسكشن بـ 0.36. والـ B of A بـ 0.45. ده يطلع بـ 0.2. واحد يقول لي. طب السؤال ده نمبر دي. ما لهوش حل تاني. لا ليه إجابة تانية. لو احنا برضه ركزنا في الرولز. إجابة تانية سريعة. ان الـ B of B DASH CONDITIONAL A هي 1-B of B CONDITIONAL A. عشان ده يبقى 1-A الـ CONDITIONAL نفسه. تمنى عندي الـ B CONDITIONAL A في الرولز فوق او في الجبنز فوق بـ 0.8. يبقى 1-0.8 يطلع 0.2 هي نفس الأنصر. دي طريقة وده طريقة والتنين صح. والتنين يوصلونا للإجابة. وعيد تاني. أي مطلوب من الأربعة اللي قدامنا دول. أقدر أعمل منه MCQ وأجيبه في الامتحان. وحط أربع اختيارات من ضمنهم الإجابة الصحيحة. أي واحد منهم مش هقدر أجاوبه. غير لو أنا عارف في الرولز بتاعتي. أو عارف أن الرولز اللي هستخدمها من القوانين الموجودة في وردة المفهيم عندي. علشان أجيب الإجابة الصح. سامبل سريه MCQ. هنا بيقول لي. F البي أوف اي انترسيكشن بي إيكوالز تو أوفر فاي. والبي أوف اي إيكوالز فور أوفر فاي. ثن البي أوف بي كوندشنل اي إيكوالز وجاب دينا ربع اختيارات. لو أنا مش عارف رول الكوندشنل بروابيلتي أكيد مش هعرف أجاوب. أنا عاوز البي أوف اي بي كوندشنل اي. الرول بتقول ان البي كوندشنل اي زي ما اتبعنا الانترسيكشن أوفر الثاني. يعني البي انترسيكشن اي اوفر ال اي. طيب البي انترسيكشن ايه بكام؟ ده 2 على 5. طفية دي ال ايه اللي هي فورة على 5. طيب انصر 1 على 2. اللي هي الاختيار نمبر اي. يبقى انا طباط الرول بتاعت الكونديشنال بروابيليتي في سؤال هاوة mcq هنشوفه زيه كتير في الامتحانات مع اختلاف الارقام. سؤال تاني. برضو طالما السؤال فيه كونديشنال بروابيليتي ومعلى طول كاتب الرول بتاعت الكونديشنال بروابيليتي. انا عارف ان الايه كونديشنال بي الانترسيكشن على البي. الرول دي فيها كم حاجة؟ فيها 3 حاجات. عند منهم كام؟ عند منهم اتنين وعاوز التالت. طبعا عشان نجيب الانترسيكشن يبقى هنعمل الكوروس ملتبليكيشن الكونديشنال بروابيليتي طايم البي اوف بي. اللي هي قدامي 1 اوبر 3 طايم 12 اوبر 25. يطلع الانصر 4 اوبر 25. اللي هو الاختيار نمبر اي. يبقى ده اكزامبل زهيت على عندنا. على الكونديشنال بروابيليتي. ازاي نختار الاجابة الصحيحة؟ هاللحظة انا بعمل نفس الانترسيكشن علشان اوصل للانصر الصح فاختاري الاجابة الصح فيها درجة بتاعتي في السؤال. اجزامبل 4 برضو امس دي كيو. اف اي عمد بي ار تو انديبيندنت اي بنتز. والبي اوف اي اي اواز 0.2 والبي اوف بي اي اقوز 0.6. زن البي اوف اي يونيوم بي اي اكواز. وقابلين اربع اختيارات عاديين اللي وه therefore we아서 a and b are two انديبيندنت اي بنتز. طبعا هي الرول بتاعتها مصر الاندبندنت هنقول للسائلين الكندشن بتاع الاندبندنت ان الانترسكشن هو ال a طايمز ال b يبقى اول حاجة اعملها هجب الانترسكشن اللي هو ال b of a طايمز ال b of b اللي هو 0.2 طايم 0.6 اطلع 0.12 تبدأ الانترسكشن لأ دي نعاوز اليونيون اقول له ما انا عندي الرول بتاعت اليونيون a plus b minus الانترسكشن اصبح ال a موجود بالرقم بتاعه 0.2 وال b موجود 0.6 والانترسكشن موجود 0.12 هنعمل سبستيوشن بالارقام هيطلع 0.6 اللي اجاب نين تاني 0.2 plus 0.6 ماينس 0.12 يبقى الانصر الصح هي number c برضو اكزامبل تاني f and b are two independent واحنا بنارى السؤال تاني نركز ان ما يتقال condition معين او expression معين ارجع للcondition بتاعه او للرول بتاعته او هو قاله هنا عشان اعمل b a الاخر محتاج الانترسكشن فانا هتدور حقيب ال a انترسكشن b هو b of a times b of b نحط ال b of a برقمها وال b of b برقمها لي 0.25 times 0.4 لي 0.1 اختار 0.2 اقول لك لا 0.1 هو الانترسكشن وهال a في الاختيارات او لك انا مش محتاج الانترسكشن دي انا عاوز الديفرنس فارجع للرول الديفرنس طب هي ال b of a difference ال b can equal mean can equals ال b of a minus الانترسكشن فين ال b of a ب 0.25 فين الانترسكشن ب 0.1 يبقى انا عامل 0.25 minus 0.1 هيطلع 0.15 يبقى الانصر الصح هي number b example five mcq ودي اسئلة كده يعتبر على الرولز على الفهم على طول مش محتاجة مني السيبس علشان احلها ستجى مني هبقى امركز في الرولز وانا شغال بس بيقول ان ال b of a intersection b equals edge of the following except يعني السؤال ده معنى ايه؟ في ثلاثة من دول كلهم equal ال b of a intersection b مع عادة واحدة طيب نبدأ نشوف من ال conditional probability بتاع ال b conditional a بيطلع الانترسكشن على ال b of a فلما اعمل cross multiplication هيتلع الانترسكشن هي number a مضبوطة اللي هي ال b conditional a طيام ال b of a number b هكيد هي نفس الرول بس عكسنا الترتيب بدل ال a conditional b b conditional a طيب الفرق بينهم ايه؟ ان الانترسكشن بيبقى فوق بس over b بتاعتي التاني ففي number a كان تحت over b of a طيب في number b بتاعت over b of b وبالتالي اما حب اجيب الانترسكشن واعمل cross multiplication هيطلع ايه conditional b طيب من ال b of b يبقى number b برضو صح number c وهو ده القانون الاساسي بتاع الانترسكشن اللي احنا موجود عندنا من ثالثة اعدادي ومن ثانية سنوي وقلنا ثانية سنة دي ان الانترسكشن هو ال a plus b minus union يبقى ده كمان صح ايه number d ده؟ ده قانون ماروش ركب الموضوع خالص لانه وفوق المفروض لو ههه conditional لكن يبقى ال a intersection b هو عمله ال a union b وبالتالي يبقى number d هي الوحيدة لنطق الانترسكشن وهذا الاختار اللي احنا بندور عليه وبقول لي فيه ثلاثة صحة وواحد غلط عاوز بين الغلط فهنا الغلط هو number d فنختار number d two events a and b two are set to be independent if and only if ده بيسألني على definition بتاع ال independent events هو انا عارفه ولا لأ؟ وانا عارف ان الشرط هو ايه ولا لأ؟ الشرط بتاع ال independent ان ال probability بتاع ال intersection equals equals the probability of the first time the probability of the second مرة قابل ال union equal plus قال له لا طب ال union equal time قال له برضه مش ال union طب ال intersection equal plus قال له لا درونج ال intersection equal product قال له هو ده اللي احنا بندور عليه وهذه الرول بتاع ال independent او الشرط اللي يخلي two events are independent ان ال b of a intersection b equals ال b of a times ال b of b وبالتالي يبقى الاختيار الصحيح هو number d example six ام سي كيو برضه معايا بيقول لي ذاتو متيولي اكسليوسيب ايفينتس are independent if and only if ودي احنا ركزنا عليها واحنا بنشرح قولنا دي معلومة رابط حاكتين ببعض المتيولي اكسليوسيب مع ال independent لما يبقوا هما الاثنين ال two events متيولي اكسليوسيب يبقى فيش intersection ومعنى ما فيش intersection يبقى ال b of a intersection b equal zero ومعنى هما independent يبقى الانترسيكشن هو وال a times b يبقى ال a times b برضو equal zero وبالتالي على طول لو انا فاهم ال two rules مع بعض two conditions مع بعض condition المتيولي اكسليوسيب ايفينتس وcondition ال independent هعرف ان الاختيار الصحيح برضو هو number a من غير محل لان زي ما قلنا في الشرح من شوية ان ال condition هيبقى ال intersection هو ال a times b equal zero معنى ال intersection equal zero صح وال b of a times b of b equal zero برضو صح من اللي موجود منهم في الاختيارات اختاره يبقى الاجابة الصح بتاعتي لو ال a وال b are two events of simple space of random experiment is وكان ال a subset من ال b ده برضو سؤال على الفع ال a subset من b يبقى انا هستنتج ايه؟ ان ال intersection هو ال a طالما ال a subset من b يبقى ال a الصغيرة وال b الكبيرة يبقى ال intersection bid الصغير ال union bid الكبير طالما انا عاوز ال b conditional a طالما ال b conditional a هي ال b intersection a على ال b of a طالما ال intersection هو ال b of a فبقى ال b of a على ال b of a يعني equal one طب فين ال one في الاختيارات هنا يا مصدر ال b of a of one قولك ما عرفش يبقى مدرش اختار طب ال b of b of one اكيد برضو لا طب ال b of a ده برانس b of one برضو لا اما المين الرابعة دية دي ال b of s من ال s هي assemblies base كله اللي هي بتسمع certain event او sure event اللي هي فعلا equal one وبالتالي برضو استولي هنا من غير steps هو على الفهم بتاع ال definitions اللي عندي هيطلع الاجابة number d بكده اولاد احنا خلصنا unit two ان شاء الله حصة الجاية اشتغل مع بعض unit three وزي ما قلنا في اول الشرح بتاعنا statistics عندنا four units قلنا كل unit ان شاء الله ناخدهم في حصة ان شاء الله الحصة الجاية نكمل مع بعض unit three اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله كان معكم مصدر محمود درويش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته